مع تحديثات أرقام سوق الأسهم السعودي في رابع جلسات هذا الأسبوع دعا نشاهد كيف الأداء بالنسبة للمؤشر حتى الآن نلاحظة تراجعات بالنسبة بـ 17% 7704 نقاط تفقد تقريبا أكثر من 54 نقطة بداية اليوم كنا على تراجعات كسرنا مع مستويات 7700 نقطة وصلنا إلى 7655 نقطة في ظل الضغوط التي شهدناها من أغلب القطاعات القيادية لكن بعد ذلك عدى المؤشر إلى الارتفاعات مجددا ولكن ما زال السوق على تراجعات وإن كانت الوتيرة بالنسبة للتراجعات أو أبطأ مما كانت عليه في بداية جلسة هذا اليوم في ظل الظروف المحيطة بالنسبة للأسواق العالمية في خلال التراجعات التي شهدناها في جلسة الأمس في ظل تأثيرات فيروس كورونا نتحدث عن في الأمس تم إعلان دولتين جديدين ينتشر بهم فيروس كورونا هم سويسرا والنمسا وبالتالي هذه التدعاية أصبحت أن هناك حالة من الهلع والخوف والضبابية بالنسبة للمستثمرين خلال الفترة الماضية نتحدث بالأمس كان هناك تراجعات بالنسبة للمؤشرات الأمريكية داو جونز يفقد 800 نقطة وبالتالي جلستين متتاليتين من التراجعات نتحدث عن أكثر من 1800 نقطة أيضا ناس داك يكسر مستويات 9000 نقطة المستويات القيسية التي وصل إليها قبل فترة أيضا نتحدث عن أسواق الأوروبية كانت على تراجعات تسجل أدنى مستوياتها منذ ديسمبر اليوم أيضا الأسواق الأسوية على تباين ما بين التراجعات والارتفاعات وكان هناك ارتفاعات بالنسبة للبورصة الصينية لكن تدعاية انتشار فيروس كورونا خارج الصين أثر بشكل كبير على الأسواق العالمية أظن نلاحظ قيم التداول عنده مليار و319 مليون حتى الآن بالأمس تراجعنا بالنسبة في السيولة بـ 17% وصلنا إلى 3 مليارات و700 مليون ريال أظن نتحدث عن حجم التداول الآن تقريبا 55 مليون و100 ألف سهم بالأمس أيضا خفضت الأسهم التداولة بـ 21% إجمالا السوق السعودي منذ بداية هذا العام يفقد حتى الآن تقريبا 17% وبالتالي نفقد 666 نقطة حتى الآن